زيزو ممكن روح الشباب السعودي في يناير ولا زيزو مكمل في الزمالك؟ قال فعلا في عرض رسمي من الشباب ولا زيزو ولا عواد ولا أي لعيب وصله عرض رسمي في نادي الزمالك العرض الوحيد اللي كان ليه لنادي الزمالك هو عرض نادي أحود لفتول وتقفل عشان النادي كان طالب عارض مليون دولار والزمالك شايف ان ده مبلغ قليل انه طلع به فتوح فعروض رسمية ما وصلش عروض رسمية ربما يصل عروض رسمية خلال الايام اللي جايه ماشي ممكن موقف الزمالك ايه لو جي عروض قالك لما ييجي نقدر يعني نتكلم نشوف هنحدد موقفنا لكن ما اعلموا ان الزمالك ما عندوش رغبة نهائيا في التفريط حتى لو رقم كبير بص وقتها صعب يعني وقتها ما تقدرش تحكم دلوقت وقتها الامور ممكن تختلف خاصتها ان انا سمع كلام ان ممكن العرض لما يتقدم يصل لعشرة مليون دولار وده رقم يغري اي ادارة لكن يعني الصوت العالي جوه الادارة بيقولك لأ انا مفردش في اللعيب وانا بابني فريق رغم ان طبعا رقم كبير جدا لو قدرت ان ابيع لعيب كنادي ايا كان النادي يعني بعشرة مليون دولار انا شايف ده رقم كبير جدا لكن الصوت العالي اللي جوه المجلس بيقولك لأ ما فردش في زيزو حتى الان ما فيش عرد رأسي اشتركوا في القناة